خام برينت يفقد نحو 45% من قيمته ربطا من مستوى 115 دولار للبرميل في أيار مايو الماضي حقيقة بدأت تتعاطى معها قطر أصغر مصدر أوبيك ب600 ألف برميل يوميا وهي التي تدرك مدى تأثير ارتفاع سعر صرف الدولار والفائض النفطي في الأسواق العالمية وتباطئ النمو في الاقتصاد العالمي في دفع سعر البرميل إلى هومش الستين دولار تغييرات تعيد حسابات القطريين من جديد في التأثير المحتمل على مجميع الاقتصاد المحلي يشكل انخفاض الكبير في أسعار البترول في خلال الأسابيع الماضية تحديا كبير لا يستهان بها على اقتصاد قطر وكذلك الدول المحيطة بنا ورغم أن الاقتصاد الغطري صل يستطيع التعامل مع هذه التغيرات الكبيرة التي قد ترهي اقتصيات دول أخرى لأنه يجب علينا أن ندرك بأن هذا التذبب الكبير في الأسعار للسراع البترولية ومثابة انذار مستمر لهمية السراع في تحقيق تنوع أكبر الاقتصاد القطري الانهيار المتواصل في أسعار الخام وكسره مستويات ستين دولار كان له تأثير مباشر على قيمة الصادرة القطرية في قطاع الطاقة وهي التي بنت موازنتها أي قطر للعام الحالي عند خمسة وستين دولار للبرميل ما يعني أيضا تأثرا في أرقام فائض الميزان السلعي مع العالم وكذلك فوائض الميزان التجاري وميزان المدفوعات وكذا الأمر بالنسبة للموازنة العامة والنتج المحلي الإجمالي المتوقع أن يتخطى عتبة سبعمائة وخمسين مليار ريال مع نهاية العام الحالي طبعا في المرحلة اللي احنا فيها التزبزب والتراجع طبعا هيأثر لبعض الشيء وممكن يبقى فيه بعض الدول يبقى عندها عجز بعض الشيء في الميزانيات ولكن باعتقادي أن دول الخليج قادرة بالاكتياز المرحلة الصعبة دي ويطلع منها بشكل إيجابي إن انخفاض أسعار الخامي بنسبة خمسة واربعين في المئة عن العام 2013 سيؤدي إلى انخفاض الإرادات النفطية القطرية بنحو ستين مليار ريال وبالتالي انخفاض الإرادات العامة إلى مائتين وسبعة وسبعين مليار ريال ومن ثم انخفاض متوقع في فائض الموازنة العامة للدولة إلى أقل من خمسة وسبعين مليار ريال مقارنة بمائة وخمسة عشر مليار ريال في العام المالي السابق وسيكون له بلغ الأثر على النتج المحلي الإجمالي لقطاع النفط والغاز ما يعني من زاوية أخرى انخفاض مستوى دخل الفرد السنوي إلى أقل من سبعين ألف دولار إلى جانب ارتفاع نسبة الدين العام إلى النتج المحلي الإجمالي صلاح دي المقراني سي أم بي سي عربية الدوحة